السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد عسوة من قناة عسوة وميات أخباركم ما يعملين إيه؟ كل تمام؟ إن شاء الله يكون كل تمام 100 ألف مشترك حاسس أني بحلم والله حققنا هدف 100 ألف مشترك في وقت قياسي تقريبا كده في أقل من 8 شهور بصراحة كده هدف 100 ألف مشترك كنت حطه لسنة 21 أو سنة 22 مش فاكر الصراحة الحمد لله وصلنا للهدف في 2020 وكل ده بفضل ربنا علي الحمد لله كنت بدع كتير جدا جدا وطبعا ما كنتش هوصل الهدف دوت غير بيكم فصراحة شكرا جدا على الدعم الدعم أكتر من رهيب شغل عالي الصراحة وحابب برضو أشكر كل عيلتي وكل صحابي وكل واحد وقف جنبي وفي كومنت عايز أعرضه لواحد اسمه عبدو ممدوح والكومنت دوت هو كتبه لما كنت أنا 1000 أو 1000 مشترك مش فاكر الصراحة أنا وعدته إن أعرضه لو التوقع طلع صح هو آه التوقع مش صح لكن شهر 4 من شهر 6 مش بعيد قوي المهم إيه خلصنا هدف نركز بقى على الهدف الجديد وهو النص مليون مشترك هدف صعب ولكن هنوصل له إن شاء الله وعايزين برضو 10.000 فلوة على إنستجرام عشان نعمل تدخل بقى على فيديو النهاردة وما زلنا مستمرين في الطبخ والنهاردة هنجرب أنواع مختلفة وغالية من الاستيك أو اللحوم اللحوم عمتا بحر واسع من المعلومات الشفات حرفية بتعمل دكتوراه ودراسات في اللحمة سواء كان نوع اللحوم أو طريقة الطبخ أو القطعية بتاعت اللحمة يعني معموات كتيرة جدا أنا النهاردة جايب 3 قطع من اللحمة قطع اسمها ريب آي قطع اسمها تندرلوين وقطع اسمها سيرلوين وطبعا اللحمة بتقسم لقطع كتيرة جدا ولكن ده أنا اللي لقيته فتعال أول نبدأ بأول قطع من اللحمة وهي قطعة الريب آي وده كده شكل الريب آي خدوا بصة قطعة الريب آي الجميلة يعني حاجة محترى من الصراحة وبالنسبة لسعر ريب آي فسعره عامل 70 جنيه تعتبر سعر الكتعة دي غالي شوية أو غالي كتير بس علشان الكتعة دي جاية من بقرة اسمها الانجز بيف البقرة دي معروفة انها بقرة من اسكتلندا تعتبر بقرة دي من أحسن أنواع البقر اللي بتنتج لحوم ولكن لما كلمت الراجل قال اللحمة دي اعتبر لحمة بلدي من مصر فمعرفش بقى هل مصر فيها انجز بيف ولا أقا مش عارف الصراحة بس هنا نكتوب على اللحمة انها ايه انجز بيف اللحمة بتاعة الريب آي وبتكون اللحمة دي من أحسن اللحوم اللي ممكن تنفع تتعامل استيك فدي كده أول أطعير نيجي بقى لطريقة طبخ الاستيك وعايزك بقى ايه اتجهز معك كده ورقة وقلم عشان ايه هتديك الوصفة في السريع وعايز اقول لك ان الوصفة دي هي أشهر وصفة لتحضير الاستيك فركز معايا أول حاجة هنجيب طاصة ونسخنها قوي عشان أول ما حط اللحمة على الطاصة اللحمة تتصدم والعصارة تتحبس جوا اللحمة فهنجيب طاصة وهنسخنها قوي وهي بتسخن برضو هنحط على اللحمة ملح وفلفل فقط عشان في السريع أهم حاجة عندنا هو طعم اللحمة ذات نفسه مش محتاج أي بهارات تالية بعد ما الطاصة تسخن هنحط زيت زيتون وبعد كده هنجيب اللحمة نحطها على الطاصة عشان ايه تتصدم ويجي بقى هنا موضوع تسوية اللحمة وفي تسوية اللحمة عندنا أربع حاجات حاجة اسمها rare حاجة اسمها medium rare حاجة اسمها medium حاجة اسمها well done وطبعا أشهر حاجة عندنا هي well done ليه عشان بنسمحها في الأفلام كتير طيب الفرق ما بين الأربع أنواع أول حاجة rare دي بتكون اللحمة يعتبر لسه نية لسه مستويتش بس بتكون الطابقة الخارجية بتاعت اللحمة هي بس اللي اتحمرت شوية الطريقة دي ما اعتقدش ان حد بياكلها ولكن يعني اعتقد فيه حد بياكلها ال medium rare اللي هي التسوية برضو بتكون بعد rare وبتكون بس ان اللحمة اتحطت على النار يعني شوية زيادة ولكن برضو اللحمة تعتبر ناية نيجي بقى للطريقة التالتة والطريقة التالتة داية تعتبر معظم الناس الشفاية او اي حد بيطبخ بستيك بيفضلوها عشان اللحمة بتكون وردية من جوه وفيها كمية عصارة وجوسي كتيرة جدا ويعني وشغلة عالية قوي وبتكون برضو ايه اللحمة طرية نيجي بقى الرابع حاجة وربع حاجة دي هي الويلدن والويلدن بتكون اللحمة مستوية جدا وبن جوه بتكون شو وردي بقى بتكون بني عادي مستوية ولكن عيبها انها بتكون نشفة شوية وطبعا حوار النشفين دا اول بيختلف من لحمة للتانية طبعا دا كده شرح التسوية بشكل بسيط جدا طبعا بقى يعني في بحر بقى يعني الراب داوت ليه تسوية معينة مع درجة حرارة معينة الميديم ليه درجة حرارة معينة والويلدن برضو ليه درجة حرارة معينة وحوارات كتيرة كتيرة يعني ربما يليكم طريق تبخي الاستيك طبعا انت وقفت معينة لغير ما احنا هاتنا هنا حطنا اللحمة على النر وشرحته تسوية فهنا بقى احنا عايزين نختار نوع التسوية احنا عايزينها عايزين ما نعمل تسوية رقم 13 وهي تسوية الـ التسوية دي تكون بتحط اللحمة على النر لمدة 3 دقايق على وش الاولاني بعد كده بتقلبها على وش الثاني 3 دقايق كمان بعد كده بتحط شوية زبدة وشويه ت unstoppable وشوية روزميري بعد كده بتطلع اللحمة منها عالنار بتسيبها 3 دقايق 3 دقايق دول عشان اللحمة ترتاح والعصارة تبدأ بقى تفرش في اللحمة ويكون شغل عالي في يلا نطبخ ايه رأيكم شغل عالي مش كده عايز اقولكم ان انا مش مهزر الموضوع المهاردة موضوع بروفيشنال طبعا بقى ايه اللحمة بتاعت الريب اي بتاعت الستيك الانجس وعندنا هنا زيت زتون باسم مارفل زيت بكر او بكر ممتاز تونسي ده كده شكله وبالنسبة لسعره في سعره عامل 26 جنيه وعندنا برضو روزميري اكليل الجبل طبعا وده سعره عامل 5 جنيه ونص وعندنا قطعة من الزبدة زبدة كريستيل وده كده شكلها وده سعره عامل 16 جنيه وعندنا طبعا قليلا من الملح وقليلا من الفلفل الاسود شويه التوم وطبعا طاسة جديدة يعني شغل عالي والبتاجاز بتاعي طبعا الحاجات دي جبتها من فتحالة اما اللحوم جبتها من فريش فود ندخل بقى في مرحلة طبخ ستيك الريب اي واول حاجة هنعملها وهي ان احنا هنسخن الطاسة كويس جدا فعقبال بقى ما تسخن الطاسة هنعمل حاجتين اول حاجة هنعملها وهي هنقطع الطوم وتاني حاجة هنعملها هنرش ملح وفلفل على اللحمة فلكن الاول تعالى بريكم طريقة تقطيع التوم نجيب اللحمة دي كده ونجيب خشبة ونجيب التوم ده كده التوم ونجيب سكينة واول حاجة نعملها هنقطع طرف التوم كده وهنقطع الطرف الاخير كده نجيب ده على جنب كده وعشان نقشر التوم اسهل طريقة وهي ان احنا نجيب التومية ونجيب كده السكينة ونجي نضرب التومية كده. التومية هتتفرم تقريبا وبكل سهولة ويسر. هنشيل القشرة بسهولة جدا ده. كده هوا شايفين? شغل عالي. هنقطع برضو باقي التوم. نقطع كده. نقطع كده. شايفين التوم عاملت ازاي? يعني بصراحة شغل فاخر. نقطع كده التومية اربعة اربعة كده بحيس ايه نحطها مع الزبدة. نيجي بقى للحمة هنجيب ملح وفلفل شوية فلفل كده على الوش. وشوية ملح. ونقلب اللحمة. برضو شوية ملح كده ازاي كده? شوية ملح كده. وشوية ايه? فلفل اسود. تمام? وكده بقى ايه? يعتبر ان التوسة بدأت تسخن قوي والحرارة يعني بدأت تيجي عليها كده. نيجي بقى ايه? نفتح زيت الزيتون في الرحمة نين ده. ممكن نحط زيت الزيتون على اللحمة او ممكن نحطها في التوسة. ولكن انا ايه? نحط ايه شوية كده ايه في التوسة. شوية مش كتيرة بسيط. وبعد ما نتأكد ان التوسة سخنة جدا وحطينا زيت الزيتون. ننزل بقى باللحمة بربنا مستر وبسم الله. نشغل بقى ايه تايمر تلت دقايق الوش ده وبعد كده نقلب تلت دقايق كمان بعد كده ايه? تلت دقايق عشان ترتاح. فنستنى كده ايه? اول تلت دقايق بالصراحة الصوت بتاعها صوت شاعري. كده عدوا تلت دقايق تعالى بعد نقلب اللحمة عشان وش تانيكم برضو ايه? تلت دقايق بتبعوه. نبدأ بقى نجهز الزبدة والروزميري. عايز اقولكم ان هي حت الروزميري جمدة جدا. مستطع عملي ازاي? التلت دقايق بتاع وش تاني عرب يخلصوا. فهنا قطع بقى قطعة جبيرة كده وحلوة من الزبدة. نبدأ بقى ايه نحط زبدة. نحط زبدة كتير. ونحط الطم. ونحط اكليل الجبل. وده كده الف بيستيك. اقتلي قطرت الزبدة كتير قوي. مهم ايه? المعلقة كده. نبدأ بقى ايه? نحط الزبدة دي فوق اللحمة. بحيس كده ايه? على رأي بس الحاج نعم من اللحمة حمام زبدة. الزبدة كتير. المعلقة قاعد جوه. اعتقد كده كفية هنطلع اللحمة بره بقى. ونسيب اللحمة تهدى المدل دي تقتل اربع دقايق كده. حيس بقى ايه? تاخد نفسها كده وترتاح. ارتاح براحة اك. احنا مورناش حاجة. ربنا مستر انا مش متفائل للصراحة. نجيب بقى الروز ميري كانت حطوا عليه كده. شوية تطوم كده على جمه. شغل عالي. نسيبها بقى ترتاح ونرجع لكم تاني. عايز اقول لكم ان منظر اللحمة يعني حاجة فوق الروعة. وانا متحمس جدا. ولكن 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 خايف جدا. نجيب بقى بقى بصوا العصورة بتنزلها. واو. بصوا عمل ازاي. بصوا ميريز ازاي من جوة. ده بيرفكت ميديم. ده تستاهل سبعين جنيه. بصوا عصورة بتنزل من ده. دي بقى عصورة اللحمة. في ناس بتفتكر ان ده دم. ده مش دم. ده عصورة فيها كل طعم اللحمة وكل حلاوة اللحمة. فقبل ما ندوق طبعا نجيب ده على جنب دلوقتي. والان حانا وقته التزوق. نرجع تاني بسرعة. بسرعة بسرعة. بسرعة. نشوف بقى اللحمة. الريب ايل الستيك. عاملة ازاي. و بسم الله. و ندوق بقى. بسم الله. دوق حتة كمان كده. عايز اقول لكم ان انا لحقتها من الويل دون. يعني هي ايه? ميديم. لكن كانت دخلة على الويل دون. حتى بس ايه شوية ملحة كده. عطبة شوية كزوئي. يعني. طرية بس مش قوي. يعني برضو ايه? طوم ده. سنة كده. اكتر حاجة بين في اللحمة بقى. طعم الروزميري. طعم الروزميري طوي كده في البقى. طعم الطوم مش بين قوي الصراحة. طعم الزبدة برضو ايه? ها كده. واللحمة ممتازة كطعم. فهديها تقييم تمانية من العشرة. طيب ندخل بقى للقطعة التانية بتاعت اللحمة وهي قطعة السريلوين. وديك لشكل السريلوين. والصراحة بقى ما عرفش بتتنطق السريلوين ولا لقى. وبالنسبة لسعرها في سعرها عامل تسعة واربعين جنيه تمانية وعشرين قرش. ليه? ما عرفش. شايفين شكل البقرة? شايفين بقى الحتة لفوق العالمين دي شوية. الحتة لفوق دي بقى هي اللي معنا. اللحمة دي اول حاجة نعملها هنسخن الطاصة. زي ما عملنا مرة فتت. هنعمل المرة دي. شوية ملح. كتير بقى. عشان ما فتت عدبة شوية. شوية فلفل. نقلب اللحمة. شوية ملح. تتلعب على ملح وفلفل. طبعا برضو اهم حاجة وانت بتحط اللحمة على النار ان انك انت تكون معاك موبايل ومشغل الطايمير بحيس ان ايه او ما تيجي تلات دقيقة بالزبط نقلب اللحمة. عشان شغل يكون ايه? بروفيشنال. في برضو طريقة تانية عشان تعرف هل بتتوصل سخنة ولا اقى انك انت بترش عليها شوية ماية. ايه? نرش عليها شوية ماية كده ونشوف. يعني اه. السخنة بس برضو ايه? مش قوي. شوية زيتون. والله بنا نحط ايه اللحمة. نشغل الطايمير تلات دايق. الواحد دهوقتي بقى عنده خبر في الستيك. نبدأ بقى نستعدل القلب. نقلب. ننتظر تلات دقايق كمان. ايه بقى ايه? نحط حاجة بتاعتنا. زبدة. شوية توم. شوية روزميري. ونجيب المعلقة. عشان عايزين نعمل حمام زبدة. ونغطس كده الروزميري في الزبدة علشان الزبدة تاخد طعم الروزميري والتوم. طلع بقى اللحمة. وده كده الشكل النهائي بتاع السليلوين. وتنتظر بقى تلات دقايق عشان بقى ايه? الستيك رايح كده والعصرة تاخد مكانها. اعتقد بقى ان الستيك كده اخد راحته بما فيه الكفاية. نشيل بقى ايه? هزا الروزميري. وشوية توم كده لجيبهم على جنب. ونشوف بقى ايه? لحزة الحقيقة المرة وربنا قصته ونفتح من نص. ونشوف بقى الستيك ده انزبط معي ولا طلع اي كلام. التقطيع كده شكله مظبوط صح. ولكن اعتقد اعتقد ان هو اتعمل ما عرفتش ازبطه ميديم. ولكن مش مشكلة برضو. منفتفلش معي. هبقى نقطع كده. ونوري لكم برضو من قريب. ده كده ولدن. فهندوق ونشوف بقى. هل الستيك ده افضل من التاني? وهل ولدن افضل من الميديم ولا لا? شكرا نعمل ازاي? ندوق بسم الله. هنا طعم الستيك مختلف شوية عدل اللي فات. فيه عصارة. عصارة حلوة جدا. ويعتبر برضو طاري مش ناشفة. الملح بتاعه برضو يعتبر مزبوط. لناخد باخر حتة. نيجي بقى للطعم. بالنسبة للطعم فطعم اللحمة بتاع السيرولوين ده طعمها احلى من اللحمة اللي تحت الرب اي. يعني كطعم لحمة. اما كطروة لحمة وعصارة والملمس في المؤ لأ الرب اي احلى. فيعتبر ايه? ده كسب في حاجة والتاني كسب في حاجة. ولكن بصراحة يعني كان نفسي يزبط معاني ميديا عشان نقرن صح. ولكن الاعتبر الاتنين كويسين. ده احسن في الطعم. التاني احسن في الملمس. فده برضو هياخد تمانية من عشرة. ندخل بقى على اخر قطعة من الستيك. واخر قطعة معانا هي قطعة التندرلوين. ده كده شكلها من قريب. قطعة صغيرة لطيفة وغالية جدا. سعرهم عامل مية وسبعة جنيه وسبعة وعشرين قرش. وهي مكانهم في البقرة. طلع البقرة. بقى كيه شكل البقرة قدامك. فاكر مكان السيرلوين. بحتيها بقى في حاجة كده ايه? مسحوبة كده. حاجة كده شكلها شكل دائري كده او شكل اللي هو ايه? مخروطي شكل. دي بقى هي التندرلوين. التندرلوين بقى بيقولوا عليها ان هي من القطعة في البقرة. فهنشوف بقى هتبقى عاملة ازاي هل هي افضل ولا البقى افضل. واللحمة دي جاية من البقرة بتاعة السيرلوين اللي هي بقرة الساويس افريكا جنوب افريكيا. يلا بقى هنتبخها بس المرة دي بقى ايه هنتبخها طبخة سريع. انتم خلاص دوقتي بقى عندكم خبرة. اخياري معايا ان الكتعة دي تمانها عامل تلاتة وخمسين جنيه ونصف. يعني سعرها غالي جدا جدا. لحظة الحقيقة. تعالى نفتحها كده. بص عمل زي من جوا. برضو ايه يعني? مديم مدي على ويل دون. عايز اقول لكم جماعة انها طريق قوي. يعني ملمسها طاري بطريقة فضيعة. بسم الله. دي قطرة لحمة واحسن ملمس في البقى. بصراحة يعني طرية قوي. وطعمها جميل جدا. ومختلف جدا عن بيت اللحمة دوقناها قبل كده. يعني مختلف نهائي. وطعم الطوم هنا ظاهر. دي كده اخر حتة هدوقها. وصعبنا ازاي. ناخد الحتة دي ونقيم طعم اللحمة. كنسة ديها عشرة. بس سعرها غالي جدا. فهتاخد حلو الشكل كده هفتح مطعم استيك. ان شاء الله. خلصنا اخيرا. بصراحة تجربة حلوة جدا. انبسطت جدا وانا بعملها. وفيديو دول بصراحة كنت ناوي عمله من خمس شهور. ولكن بقى قلت اجله شوية. وهو. جال وقت مناسب. وجربنا الاستيك. بصراحة الاستيك كان ممتاز جدا. وطبعا كل دوش انا. انا الشيف. فانا بطبخ. فاكيد انا طبعا متطلع حاجات اه بيرفك. الحمد لله. ولو حد فيكو هيجرب الاستيك دو. تجربها ويكتب تحت الكومنتات اي رأيو في الاستيك. طبعا ما تنساش تابعنا على انستجرام. عايزين نوصل على عشر تلاف فولور. فاسرع وقت ممكن عشان نعمل. وبس كده. كان معكم محمد عسوام من قناة عسوام هي. لا تنساش. الشير اللايك. السلام. اشتركوا في القناة